اشتركوا في القناة اعزائي مستمعي راديو اورينت احييكم على موجات بثنا اليومي وارحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار جميع ما يتفضل به ضيوفنا الاكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة اورينت ولا تتبنى ملفنا لهذا اليوم السلاح الثقيل بوضع تحييد عن مناطق خفض التصعيد قال سيرجي لافروف ان روسيا لا تخفي قاعدتيها الاثنتين في سوريا عن احد مشددا على ان القاعدتين الروسيتين تعملان على اساس اتفاقيات موقعة مع الحكومات النظام المتعاقبة واوضح ان مهمتين القاعدتين تكمن في محاربة الارهاب والارهابيين الموجودين في سوريا وهم بكثرة على حد زعمه واكد سيرجي لافروف انه اطلع على تصريحات مدير وكالة الاستخبارات الخارجي الامريكية بفضول وعلق عليها قائلا اذا كان مدير وكالة الاستخبارات الامريكي يمثل دولة اقامت عشرة قواعد عسكرية في سوريا بصورة غير شرعية قلقا للغاية من قاعدتين تم انشاؤهما على اساس اتفاقيات مع حكومة دولة عضو في الامم المتحدة فيعني ذلك ان هناك مشكلة متعلقة بالكيل بمكيالين هذا اذا لم نتطرق ولا زال الكلام لسيرجي لافروف الى مئات القواعد العسكرية الامريكية في العالم برمته والمنتشرة على طول الحدود مع روسيا نستمع للاخوة الضيوف للاجابة على الاستفسارات التالية البنتاغون هل طلب فعلا من توار الجبهة الجنوبية نزع السلاح الثقيل واذا كان كذلك لماذا موسكو طمنت اسرائيل بان مصالح اسرائيل محفوظة في اي عملية مقبلة موسكو ايضا لم نبلغ عن الغاء البرنامج السري لوكالة السي اي اي بوقف دعم الثوار لا رسميا ولا غير رسمي ايران الوثيقة الختامية لمفاوضات الاستنى لا تضم نهائيا تفاصيل مناطق تخفيف التصعيد الاربعة سيرجي لافروف الخبرة التي نكتسبها في اقامة المنطقة الجنوبية لتخفيف التوتر ستعمم على المناطق الاربعة نناقش هذا الموضوع بمحورين المحور الاول الاستراتيجية الامريكية لا تأخذ في الاعتبار نهائيا كيفية التعامل مع القوات الايرانية ومليشيات الحسد الشيعي الشعب الصفوية التابعة لها في سوريا في حال انكسار الفصائل المدعومة من الاردن والولايات المتحدة لا قدر الله امام تقدم ايران واوكلائها في الجنوب السوري وخاصة ان تلك المليشيات لا تستجيب للروس بل لقاسم سليماني وحده المحور الثاني تعترض ايران على ضم القنيطرة وريف السويداء للمنطقة الجنوبية التي تتم مناقشتها بين الروسيا والولايات المتحدة بغياب ايراني وتضم القنيطرة ودرعا والسويداء وفقا لخطوط التماس وتتولى مراقبتها الروسيا نناقش هذا الموضوع من كافة جوانبه المتعددة مع ضيوفي لهذه الحلقة كل من سيادة العقيد ركن طيار مقاتل اسماعيل ايوب وسيادة العقيد الركن الدكتور عبدالله الاسعد والاستاذ ناصر محمد معي في الاستوديو وسيادة العقيد الركن احمد الحمادي سنستمع الى كل ذلك ولكن لنستمع اولا الى هذا التقرير قال مايك بومبيو مدير السي اي اي ان اهداف روسيا والولايات المتحدة الامريكية في سوريا مختلفة تماما واضف ان اهداف روسيا يكمن في الحصول على ميناء لا تتجمد مياهه في البحر الابيض المتوسط ورجحت موسكو الاعلان قريبا عن بدء تطبيق اتفاق لاقامة منطقة خفض للتوتر في جنوب سوريا وقال وزير الخارجي الروسي سرغي لافروف ان عملية تنسيق التفاصيل المتعلقة باليات العمل في المنطقة باتت قريبة من نهايتها واشدد سرغي لافروف على قرب انتهاء العمل على تنسيق الابعاد الرئيسية لالية منطقة خفض التوتر جنوب سوريا متوقعا انطلاق الالية في اقرب وقت هذا هو اوضح ان المشاورات حول التفاصيل مستمرة وان الحديث يتعلق بكيفية الرقابة على التزام الاطراف بنظام وقف اطلاق النار بين قوات النظام وفصائل ثورة السورية من اجل ضمان الوصول الانساني من دون اي عوائق والتنقل حر للمدنيين الوافدين في المنطقة والخارجين اليها ولفت سرغي لافروف قائلا ان الخبرة التي يتم اكتسابها واستخدامها لدى اقامة المنطقة الجنوبية لتخفيف التوتر بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الامريكية والاردن سيتم تعميمها على كافة المناطق هذا هو كانت روسيا والولايات المتحدة الامريكية اعلنت اتفاق لوقف اطلاق النار في جنوب سوريا يشملوا مناطق في ارياف القنيطرة والسويدة ودرعة كما اكد الطرفان انهما يعملان على توسيع هذه التجربة وعلان هدن مماثلة في مناطق سورية اخرى وعلنت ايران واسرائيل تحفظات على الاتفاق الروسي الامريكي لكن موسكو بعثت تطمينات الى الجانب الاسرائيلي بينما صالح اسرائيل ستأخذ في الاعتبار عند التوصل الى التفاهمات النهائية على التفاصيل وعلن مصدر في الخارجية الروسية ان موسكو لم تتسلم حتى الان عبر القنوات الرسمية اي معلومات عن الغاء البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية لتسليح المعارضة السورية نرحب بضيوفي على المحور الاول كل من سيادة العقيد الركن الطيار اسماعيل ايوب سيادة العقيد الركن دكتور عبدالله الاسعد والاستاذ ناصر محمد معي في الاستوديو وسيادة العقيد الركن احمد الحمادي سينضم الينا لاحقا اهلا وسهلا بكم ضيوفا اعزاء على برنامج الرادار وعلى راديو اوريانت نبدأ من الدكتور ناصر محمد دكتور هل الضغط الامريكي على الفصائل يعني تغير في الموقف من الاسد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير مستمعي راديو اوريانت الحقيقة المشهد السوري عودنا على التعقيد في كل شيء في التفاصيل وفي الاجمال في الجزئيات وفي الكليات وهذا ينسحب حقيقة على ما تم التوافق عليه في الاتفاق الشهير اتفاق المصافحة في هامبورغ بين الرئيسين ترامب وبوتين الان الامور حقيقة بدت جدية الى ابعد حدود لكن فيما يتعلق تحديدا في المنطقة الجنوبية هنا لا بد من الخوض في محددات سياسة كل دولة من هذه الدول المحددات الامريكية تحديدا في هذا الامر هو تحييد وكنس وابعاد الوجود الايراني عن الجبهة الجنوبية الى عمق 40 كيلو متر من الجنوب ايضا وايضا فيما يتعلق بريف القنيطرة هذا المحدد يبدو ضروريا جدا ولكن روسيا تبدو قلقة نوعا ما او غير مطمئنة مطمئنة الى هذا الامر مع انها سارت بشكل جدي باتجاه اقناع الايرانيين بان الوجود الميليشيوي الايراني بات ممنوعا في هذه المنطقة وخاصة ان روسيا عليها ان تطمئن وقد طمئنت الاسرائيليين بهذا الاتجاه الاسرائيليون الذين لم يقتنعوا قناعة كاملة بهذا الاتفاق ولم يعني يطمئنوا تماما الى هذا الامر الان اخذت الامور حقيقة منحا اخر يتعلق بسلاح الفصائل الجنوبية حيث ان الامريكان طلبوا من هذه الفصائل محاربة داعش ولا شيء غير داعش وتجنب مقاتلة قوات نظام الاسد هذا طبعا في العمق الاستراتيجي يمكن تفهمه بمعنى انه يندرج في خانة الاولويات حيث ان الاولوية اليوم بالنسبة للامريكان هي القضاء على داعش ان كان في الجنوب السوري وان كان في معقلهم في الرقة حيث تفيد تقارير بان الامريكان طلبوا حتى من فصائل الجبهة الجنوبية وتحديدا الفصائل الثلاث طلبوا منهم الانخراط في قوات قسد مما يزيد الامر حراجة ان صحت هذه التقارير يزيد الامر حراجة حقيقة لان قوات قسد لا تمثل لا تعبر ابدا عن الحالة الوطنية ولا تعبر عن مصلحة سوريا فضلا عن انها لا تنسجم مطلقا مع اهداف الثورة السورية الشيء الوحيد فقط الذي يميز قوات قسد انها تصدرت حقيقة موضوع مواجهة داعش وربما اقنعت الامريكان كثيرا في اتقانهم لهذا الدور لكن فصائل الجيش الحر تأبى كل الاباء وهذا متفهم وهذا مقنع جدا اذ لا يمكن ابدا ان تنخرط فصائل وطنية قامت بثورتها اصلا من اجل مصلحة الوطن من اجل وصلحة الشعب ثم تنخرط بعد ذلك مع فصائل هي ليست وطنية بالاصل وهي انفصالية وانشقاقية هذا الجدار الذي اصطدمت به تحديدا يوم امس الارادة الامريكية مع ما تريده الفصائل ربما في الساعات الاخيرة تم تليين وحلحالة هذا الامر والجانب الامريكي يتفهم هذا الامر مع انه لم يطفو على سطح الانباء اشياء تؤكد هذا الامر لكن المعارك التي حصلت يوم امس وتقدم الثوار في البادية السورية تقدم الثوار وقتلهم مثلا ضابط برتبة عقيد وعشرة من قوات النظام هذا الامر ربما اعاد الكرة مرة ثانية لاعتبار لفصائل الجبهة الجنوبية بالعودة الى اذا للموقف الامريكي هل تغير الموقف الامريكي هل مطالبة الامريكان سحب السلاح الثقيل من بعض الفصائل يعني ان الامريكان انخرطوا حقيقة في الرؤية الروسية التي تقضي ببقاء الاسد في السلطة وخوضه انتخابات رئاسية ربما يخططون للفوز بها مطلقا فاتى تصريح تيلرسون يوم امس بان امريكا لا زالت تصر على رحيل الاسد وانها لا ترى مستقبلا لالاسد وايضا قال تيلرسون باننا طلبنا من الروس ضرورة خروج الايرانيين الان حقيقة ان طبق هذا الاتفاق بحذافيره فلا ارى فيه غضاضة او حرج ولا ارى فيه شؤما او سوءا وخاصة ان الامور ايلة باتجاه كنس الوجود الايراني من سوريا حقيقة نظام الاسد لا يعدل شيئا فيما لو اخرجت ايران من سوريا وصلت الفكرة ابقى معي استاذ ناصر وننتقل الى سيادة العقيد روكن طيار اسماعيل ايوب اهلا وسهلا بك سيادة العقيد هل طلبت فعلا الولايات المتحدة وانت يعني بالصورة الكاملة عن وضع اوقات الثوار المنطقة الجنوبي هل طلبت الولايات المتحدة انتوغر الجنوب نزع السلاح الثقيل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحية لك والاخوة الضيوف والسادة المستمعين حقيقة حدثت هناك عدة اجتماعات بين دول التحالف هنا في عمان وتم استدعاء الكثير او معظم قاتل الفصائل في الجنوب ومن خلال لقاءاتي مع بعض الاصدقاء وقاتل الفصائل لم يتطرق يعني اي من المؤتمرين او المجتمعين اذا مسألة سحب السلاح الثقيل وخاصة يعني هناك يشاع في الاعلام بان الولايات المتحدة طلبت من الذي سرب هذه الشائعات اذا لم ينطقوا في حرف الامريكان في المؤتمر ربما هناك يعني اناس لهم يعني اجندات خاصة وهناك اناس مطلعون من خارج الاثلن لا اعتقد كما قلت لك لا اعتقد ان هذا الامر الان مطروح لكن ربما يطرح في مرحلة لاحقة متى يطرح هذا الامر عندما تنجلي بنود الاتفاق الذي حتى الان لم يعني يبرز على العلن اي من بنودي يعني حتى الان ما زالت هناك مداولات هناك اجتماعات بين الجانب الروسي الامريكي بصدد الوقف اطلاق النار او الهدن في الجنوب يعني حتى الان وانت مراقب دعوب على الساحة السورية يعني لم نسمع حتى الان الى ما افضى اليه الاجتماع او ما افضى اليه التفاهمات بين ترامب وبوتين في هامبورغ لكن كل ما يمكن ان يقال في هذا المقام ان الرئيس غرفت موك او كما تسلب ان بريتني مايكر راتني اجتمع مع قادة الفصائل وقال لهم بالتفصيل بانهم حلفاء وان الولايات المتحدة لن تتخلى عن اصدقائها لكن هناك مرحلة جديدة من الصراع في سوريا هذه مرحلة تتجلى او تفضي الى حل سياسي وان الجهود الان كلها ستصب في محاربة الارهاب وتنظيم داعش تحديدا في سوريا وانه بما ان هناك توافقات مع روسيا يجب ان لا يتم هناك يعني فتح جبهات او فتح معارك جانبية مع قوات نظام وذلك من اجل يعني مصداقية الجانب الامريكي مع الجانب الروسي لكن يعني هناك يعني يجب ان تحدث امور كثيرة في حال صدرت للعنان بنود هذا الاتفاق ومن هذه البنود كما تحدثنا سابقا يجب ان تحدد يعني خريطة المنطقة عمق هذه المنطقة المسؤولي الامنية عن هذه المنطقة فصائل الجنوب يعني الاربع وخمسين التي يدعمها تدعمها غرفة الموق مصيرها هل يمكن ان تصبح فصيلا واحدا هل يمكن ان تنشئ جيشا واحدا او تنبثق عنها قوات امنية لحماية هذه المنطقة كيفية التعامل مع الجانب الاخر من سيكون المسؤول عن عن الخروقات في هذه المنطقة يعني هناك امور كثيرة لا نستطيع الان التحدث عنها والتكهن بها ما لم تصدر قرارات الاتفاق الذي ما زال يتداول كما اعلن سيرجي لفروف امس انه يتوقع في القريب العاجل ان تصدر هذه البنود بين المؤتمرين وقريبا ربما يكون اسبوع ربما يكون يوم ربما يكون شهر لكن يعني الامر كما اشار استاذ ناصر يعني امر ليس بالسهل امر معقد اعتقد انه سينتقل الى مرحلة اخرى وفي حال نجحت هذه التجربة في الجنوب ربما ستعمم على المناطق كما نلاحظ يعني هناك يعني دفع من روسيا باتجاه مناطق اخرى لادخال مصر على في حال حل الازم السورية كما جرى في الغوطة الشرقية وكما يجري الان في حمص ربما انا انظر الى يعني دفع روسيا باتجاه مصر الى انه من الممكن انه في حال انبثقت بنود الاتفاق ان يكون هناك قوات فصل ربما تكون عربية ولا ولا يمكن يعني وربما ترى روسيا ان مصر هي الدولة الانسب لتكون لها قوات على ارض قوات فصل بين الطرفين اما بالعودة الى سؤالك حتى الان لا يمكن لم يتم الحديث عن جمع السلاح الثقيل او مصادرته او ارجعه الى الوئات المتحدة وهذا الامر حتى لو طرح حاليا في حال يعني اعتداءات النظام حتى الان قائمة في الجنوب سيخلق بلبلة على حتى لقادة الفصائل يعني هناك ثوار وهناك شعب بذل الكثير من الضحايا والكثير من الجرحة والكثير من التضحيات لا يمكن ان يفرطوا بهذا السلاح الذي بين ايديهم بهذه السهولة وسيخلق مشاكل كبيرة لذلك اعتقد ان هذا الامر ربما يعالج لاحقا في حال تم يعني برزة العنن بنود الاتفاق بين الامريكان والروس وصلت لفكرة ابقى معيسات العقيد وننتقل للدكتور العقيد عبدالله سعد اهلا وسهلا بك دكتور عبدالله اعلم دكتور عبدالله اعلن يعني مصدر في الخارجي الروسي انه موسكو لم تتسلم الان عبر حتى الان عبر القنوات الرسمية اي معلومات عن الغاء البرنامج السري ليوكالة الاستخبارات الامريكية المركزي لتسليح فصائل الثورة السورية انت تعلم بان عنصرين الجيش الامريكي لا يتدخل فيهما طائرات بدون طيار ليس علاقة للوزارة الدفاع فيهما وايضا تسليح الثوار لان هذا الموضوع سري ولديهم مصادر وعملاء وقادة وبالتالي يخفون هذا الموضوع عن الجيش لان درجة المكتومية عند الجيش الامريكي تكون بالعادة اقل من السي اي اي لذلك هذان الموضوعان هما ملف سي اي اي تفضيل سلام عليكم اهلين دكتور ولضيوفك الكرام وللاخوة مستمعين الراديو اوريان في البداية يعني يجب التفريق بين خطين غير متوازيين قد يتقدم الاول عن الاخر وهو الخط السياسي او الاعلامي للدولة والخط المخابراتي الذي تعمل به الدولة وخاصة في موضوع الوضع في سوريا دعم لقوات المعارضة من وفق برنامج السياسي اي بالنسبة لما ذكره مدير الاعلام والمطبوعات الخارجية الروسية ارتيون كوجين عندما نشر على موقعه لاننا نحن لم نسمع من مصادر رسمية شيئا من هذا القبيل عن إلغاء برنامج السيا في تزويد او وقف البرنامج في تزويد المعارضة بالاسلحة في الواقع يعني الخط الاعلامي هكذا اما الخط الاخر العسكري او التنسيقي بين الروس والامريكان طبعا يختلف كثيرا جدا هناك تنسيط كبير جدا على الارض وذكرته امريكا بشكل اعلني على المتحدث على لسان وتحدث بسمها بان الامريكان والروس حددوا مناطق للتنسيق ومن عدم من اجل عدم الاحتكاك على الارض ويعني لفضل قواعد الاشتباس اثناء مثلا طيران الطيران الامريكي والروسي في الاجواء السورية هذا الموضوع يعني تعرفه روسيا بشكل كامل الموضوع تسليح المعارضة يعرفه العالم كله هذا الموضوع طبعا ترافقه حملات اعلامية كبيرة جدا منها من قبل الجيش الالكتروني لنظام الاسر ومنها من قبل ايضا دول الغربية مثلا فين الفينة والاخرى يصدرون او ينشرون اشاعة عبارة هي عن بالون اختباري من اجل تقييم الرأي العام العربي والعالمي والسوري والاقليم بشكل كامل طبعا هذا الاختبار او هذه الاشاعة طبعا يستلمها البعض ويطيرون بها الاعلام ويطبلون ويزمرون هكذا طلبت امريكا هكذا طلبت الاردن هكذا طلبت روسيا في الواقع اذا ارادت روسيا او امريكا او الاردن او اي دولة اقليمية موضوع لا تنشره على الاعلام مثلا سحب سلاح الثقيل من القوات هذا الموضوع هناك رأي عام رأي عام وتوجه يفهمه من يقرأ بين السطور اذا كان هناك توجها مثلا لعدم مهاجمة النظام لن تقوم بنشره بشكل علني روسيا او امريكا وانما تقوم بالتدريج بتوجيه رأي حتى رأي السوار وليس رأي الناس العامة تقوم بتوجيه باتجاه شيء معين الان مثلا توجيه بندقية السوار بشكل كامل باتجاه داعش تنظيم داعش بكل المناطق طلبات من مثلا اصدراء سوريا وكلنا يعرف الغرب يعني جاء على لسان مسؤولين من الغرب قال الغرب كله ودولنا تعتبركم جميعكم داعش حتى انتم الجيش الحر من نقول عنهم المعارضة المعتدلة نحن ننظر لكم في الغرب ودولنا تنظر عليكم على انكم انتم متشهدين ايضا لذلك قامت بطلب من الثوار بمقاتل داعش بالتوازي مع قتال النظام هذا انعكس على الثوار بشكل كبير جدا طبعا سببه سببه هو العقم السياسي والتحجر الفكري لدى النواب او الممثلين بتلك الفصائل الموجودة على الارض هم لا يفرقون بين ما هو واقع وما هو يجب ان يكون الواقع ما يفعله مثلا نظام الاسد على الارض في ظل اعلان الغوطة الشرقية منطقة تخريف التوتر الان يجب ان يقطف نظام الاسد من خلال هذا الموضوع اقتحام جوبر والسيطرة عليها كما حصل في السابق السيطرة على درية وعلى وادي بردة الان هو اعلن من قبل الروس بان الغوطة الشرقية تخريف التوتر المساعدات تدخل وكل شيء يدخل الشطر العسكرية تمتشل هم الان يهاجمون الجوبر من ثلاث محاور من خلال ذلك يستطيعون مثلا قدم الاراضي المحرة يوما بعد يوم اما بالنسبة للطرف الاخر والاسف نحن نحكي بصراحة لاننا نحن نحكي على الاعلام ويسمع جميع الناس هناك عقم سياسي عندما يسمع احد السياسيين كلمة من مسؤول غربي ولو كان موظف صغير في وزارة الخارجية او في السفارة او كده يطير بهذا الامر ويعمه لجميع المعارضة السبب الرئيسي لا يوجد لدينا يعني قائدين قائد عسكري وسياسي متفقين فيما بين بعض بعض ومنسقين الامور على الارض وعلى الاعلام حتى نجد ان اعلام السياسيين غير موجود طبعا قد يكون في مكان محدد مثلا موجود وفي مكانات اخرى على مستوى رسمي بما يخص ممثلين المعارضة ومسؤولي المعارضة وسياسي المعارضة غير موجود هذا الموضوع لذلك هذا ما حدث هذا ما حدث على الارض وهذا ما حدث على تصريحات غير متوازنة من قبل من يمثل المعارضة ولكن بالاصل تفضلت في نقطة مهمة المستوى السياسي أليس هو الذي يحرك المستوى العسكري انظر الى اسرائيل انظر الى امريكا انظر الى بريطانيا وزير الدفاع هو الذي يحرك هو الذي يحرك الاساطير البرية والبحرية والجوية والفضائية التأكيد كلامك ينطلق ما قلته لماذا لا يطبق الثوار هذه النقطة المستوى السياسي هو الذي يحرك المستوى العسكري بسوريا انا قلت بان المسؤول المسؤول السياسي في المعارضة عندما يسمع كلمة من موظف صغير او من اعلام او من غرف الوجه يطير بها ويقبرها للعسكريين بان بان الامور اصبحت على اتمها وسيتم انتقال سياسي سريعا وكذا وكذا وما لاحظناه على الارض توقف جبهات القتال في معظم المناطق وانتقال القوة العسكرية للنظام من منطقة الى مناطق اخرى وتركيز الجهود مثلا في البادية السورية وفي ديرزور وفي الرقة وفي مكانات اخرى يعني يجب ان تكون المفاوضات السياسية على قرع طبول الحرب وعلى مسماع الجميع يعني من يحدد من يحدد طاولة المفاوضات او حدود طاولة المفاوضات يحددها المدفع والدبابة وغير ذلك نحن استسلمنا لموضوع اننا الغرب هو من يعمل لنا يجب ان نتوقف عن كل شيء ولاحظنا ولاحظنا كثير من المفاوضين الذين طبعا لا يعرفون المعركة ولا يعرفون الجبهات ولا يعرفون الارض السورية يعني منذ ان قامت تدرهم خارج البلد لا يعرفون شيء يذهبون وتجدهم يقدمون تنازلات كبيرة لصالح الثورة ولصالح ايران وصالح كل شيء لذلك مثلا ما قاله ارتيوم كوجين باننا لا نعرف شيء هذا الموضوع متفق عليه في الاعلام طبعا نحن نلاحظ المعارك الاعلامية التي تجري بين امريكا وبين روسيا هي معارك كبيرة يعتقد الانسان انه فقد فقدت الآن التنسيق والتعاون بين الامريكان والروس مايك بومبو مدير السي اي اي قال اهداف روسيا في سوريا مختلفة عن اهدافنا اهداف روسيا يمكن اهداف روسيا يعني او تكمن في الحصول على ميناء لا تتجمد فيه المياه في البحر المتوسط طبعا بين قوسيا المياه الدافئة يعني لأنهم لا يتوجد لديهم منافذ سوى يعني البحر المتوسط على السحر السوري من تجاه جزيزة القرم اه لديهم ميناء واحد وهم مستعدين ان ان او مستعدون ليقوموا بحرب عالمية ثالثة اذا اه حاربهم احدا في تلك المنطقة فلذلك اه سيرجي لافروف اه اه ارتيون كوجين وغيرهم اه هم يصرحون اه بمواضيع اه يعني تقريبا اه تميد الى المدينة الفاضلة مثلا اه قال مثلا سيرجي لافروف نحن الآن يعني او شكنا على الانتهاء من التنسيق لعمل منطقة اه خفض التوتر في جنوب سوريا وسنقوم بتوزيع هذه الادوار او او تعميم هذه اله هذه التجربة على اربع مناطق او خمس مناطق في الواقع اه من من يلاحظ مثلا يعني طبعا الشرطة العسكرية لا اريد انا ان ازاود نهائيا الشرطة العسكرية الروسية اصرحت امر واقع في القنيطرة وفي درعة وفي السويداء وفي كل منطقة لكن من يدقق ويمعن اين انتشرت هذه القوات يجد ان القوات التي انتشرت اه مثلا في برد في منطقة السويداء وفي جمرين وفي مطار الثعلة والمنطقة نجد انها اطبقت اطلاق كامل على الثوار موجودين في درعة انتدادنا الى السراد السلام في القنيطرة اذا هناك امرا يعمل عليه الروس لتطويق هذه المعارضة الناس تتكلم في كلام غير صحيح مثلا هناك دكتور على فكرة كما اسلفت حضرتك هناك من يقول يعني مصادر غربي يعني ذكرت بان هذه الشرطة العسكرية ليس الشرطة العسكرية وانما ترتدي زي الشرطة العسكرية وهم من القوات الخاصة انا بالتأكيد اقول ان الشرطة العسكرية الموجودة حاليا سيكون لها دورا كبيرا في المستقبل نعم قد تكون من الوحدات الخاصة لان الشرطة العسكرية جميع يعرف ان الشرطة العسكرية ليست هذا الكم الهائل في اي دولة من الدول ولكن روسيا لها هدف اذا نظرنا من اتجاه الشرق وباتجاه القنيترا ستكون في المستقبل هذه الشرطة العسكرية التي تميل الا طرعا تدريب قوي كما اسميتها الخاصة ستكون هي العنصر الفعال في اليونيفيل المتواجد في المنطقة الحدودية بين بين قوات الفصل او في منطقة اتفاقية الفصل التي جرت عام 1974 و74 بعد حرب التشرين ستكون روسيا هي العنصر الاساسي في قوات اليونيفيل المتواجدة على الحدود قرب الجولان السوري المحتل وطبعا الجميع يعرف لا ندري اكانت هذه القاعدة دائمة ام غير دائمة القاعدة البرية الروسية التي اقامها الروس في منطقة الصنمين فلذلك هذا الموضوع هذا الموضوع ليس يعني ليس مثلا تصريحات البنتاجون او طلب البنتاجون الشيء الاهم والادهى من ذلك هو ما يجرد الان على الارض هو ما هو موجود بين الصطور وهو الخطير فلذلك على التوار الان ان ينتبه الى موضوع لو كانوا انتبهوا اليه سابقا طبعا والكل طبعا نحن لا نوجه انتقاد لأحد ولكن يجب ان اتعامل مع الشخص من وجهة من طريقة استفادتي انا من اجل تحقيق هدفي ولن ادع الاتهامات لأحد ان يقرر عني فهنا نجد ان ما يجري حاليا ليس من قبل الثوار وصلت الفكرة ابقى معي دكتور عبدالله وننتقل الى سيادة العقيدة الركن احمد الحمادي هلون وسهلا بك زميننا سيادة العقيدة انت معنا نعم انت ذكرت في حلقة سابقة المصطلح ونحن نتداول عدم وجود استراتيجية امريكية في سوريا هي الاستراتيجية بحد ذاتها وبناء عليه سنطرح على حضرتك السؤال التالي الاستراتيجية الامريكية لا تأخذ الحجد الشيع الشعب الصفوية التابعة لها في سوريا في حال لا قدر الله انكسار الفصائل المدعومة من الاردن والولايات التحدة امام انسياب ايران موكلائها في الجنوب السوري السلام عليكم تحياتي الى الدكتور ولضيوفك الكرام وللسادة مستمعي راديو اوريانت طبعا المتتبع للاحداث التي تجري في سوريا وخاصة من السياسات الامريكية منذ بداية انخراطها في دعم الثورة السورية كما قالوا بتشكيل دول التي اصدقاء الشعب السوري والتي بلغت بلغ عددها بحدود 120 الى 124 دولة وكل هذه الدول قالت منذ اليوم الاول وخاصة على لسان اوباما بان ايام بشار لست قليلة وعليه التنحي وفقد الشرعية وكل هذه الكريمات التي كنا نسمعها من الاعلام وحتى انخرطت الولايات المتحدة في التسليح الثورة السورية بمعدات غير قاتلة وكانت سنويا وانا مطلع على هذا الامر بحدود 37 مليون دولار سنوية قدمت بعض الالبسة والدروع الواقية والخوذة وبعض الاجهزة التي لا تغني ولا تتمر حتى التسليح الامريكي بعد انشاء غرفة العمليات الدولية وتشكيل غرفتين في الشمال وجنوب المق والمهم كانت هذا التسليح طبعا على أهميته بالنسبة للثور وخاصة صواريخ التاو وبعض الدخائر والأسلحة إلا أنه لم يكن كافيا لإحتاس تغيير على الساحة العمليات ولا في تبديل القوى على تبديل الصراع بينما الجانب الآخر الروس والأمريكي والروس والإيرانيون وميليشياتهم كانوا يغدقوا على هذا النظام المجرم كل ما يستطيعون تقديمه حتى انخرطوا مؤخرا في قتال يعني ليس بطرق بديلة ولكن انخرطوا وجها لوجهه عن طريق الروس باستخدام الطيران واستخدام قاعة تحميميم وإقامة قاعدة بحرية والأسطول الروسي كله أتى إلى البحر المتوسط من الحاملات جريجيشوف والأميرال إسن واستخدموا الصواريخ الكاليبر وعلى لسان بوتين بأنهم جربوا أكثر من 200 نوع من السلاح ودربوا قواتهم للمرة الأولى في عمليات حية على الأرض السورية أما نرى الولايات المتحدة ماذا قدمت للشعب السوري قدمت له عن طريق غرفة الموك والموم بعض التدريب وهذا التدريب لم يكن كافيا ولم يكن قادرا على إزاحة بشار الأسد يعني عندما تنخر الدولة كالولايات المتحدة عليها أن تصارع الطرف الآخر عليها أن تقدم حلول عسكرية للثورة السورية بينما نرى بأن ما قدمه الأمريكيون بعض الذخائر وبعض الرواتب والأمور المادية مع بعض الزخائر من الجيل يعني التاو كان من صناعة 1969 لم تقدم الولايات المتحدة السلاح الفعال ضد الطيران الذي قدمته لأفغانستان قدمت 31 ألف صاروخ ستينجر بينما لم تقدم صاروخ كوبرا واحد للشعب السوري مما أطمع الأعداء وأعداء الثورة السورية وخاصة إيران وحزب الله و66 ميليشيا أتت من كل حجب وصوت هؤلاء الميليشيات ونحن نعرف أن أي دولة تريد أن تقدم دعما عسكريا لدولة أخرى تكون إما عن طريق معاهدة معاهدة الدفاع مشترك أو عن طريق حلف معين أو عن طريق إرسال قوات بكائفات أما أن تقدم إيران اليوم ميليشيات من لبنان وما هي علاقتها في لبنان وفاطميون وزينبيون ومن كل الدول وحتى من إفريقيا وحتى من فنزويلا ومن كوريا كل هؤلاء اسمهم مرتزقة والمرتزقة هو القانون الدولي يجرم من يستخدم المرتزقة ولا يحق لهم أن يتصفوا عند الأسر بصفة أسير بل يقتل هذا المرتزق ولا يمكن له أما استريتجية الولايات المتحدة نتكلم الولايات المتحدة وخاصة بعد مجيء ترامب زادت النظرة الحادة ضد ميليشيات حزب الله وضد إيران بأنها رأس الإرهاب وبأنها رأس التي تدعم الإرهاب في كل الدنيا وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك حزب الله ماذا قامت الولايات المتحدة عمليا على الأرض ضد هؤلاء بل اقتربوا من قاعدتهم في التنف لمسافة 37 كيلومتر بعد اجتيازهم مفرق أشحيمة في تلك المنطقة وقامت القوات المتحدة أو التحالف بقيادة الولايات المتحدة بقصف هذا الرتل الذي لم يمتسل للإنذارات الأمريكية أما القوات الإيرانية والميليشيات وقوات النظام المدعومة من كل هذه المجاميع عملت عملية التفاف حول التنف وقطعت الطريق على قوات الثوار المتواجدة في جنوب الشرقي في التنف وفي منطقة البادية للانتقال باتجاه دير الزور لقتال تنظيم داعش بينما الولايات المتحدة كذلك وضعت فيتو على قوات درع الفرات أو قوات الثوار في الشمال السوري الذين حرروا المنطقة الشمالية من حلب وضعت عليهم فيتو بل سيرت دوريات على الحدود ما بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الثوار في منطقة التخار ومنطقة منبيج والمنطقة حتى منطقة تادف ورسمت خطوطا بالتعاون أو بالتنسيق مع الروس في تلك المنطقة وكذلك رسمت خطوطا أو مناطق نفوز ما بينها وبين الروس في منطقة الرصافة عند إسقاط طائرة السخوة 22 في جعدين في تلك المنطقة واليوم قوات النظام تتقدم على سلاس محاور باتجاه دير الزور المحور الغربي من منطقة مسكنة باتجاه الرصافة باتجاه اليوم زور شمر باتجاه البشري والرطل الآخر من منطقة تدبر باتجاه السخنة أرك باتجاه منطقة الشولة حتى الميادين أما الرطل الآخر يتقدم من خبرة الزكف أو بعد خبرة الزكف باتجاه تلك المنطقة أما القوات التي تدعمها الولايات المتحدة اليوم محصورة بالمهددة بسحب السلاح تارة وبعدم التمويل تارة أخرى ولنقول بالأمس كنت أنا ورئيس المكتب السياسي في جيش سود الشرقية حتى الآن لم يقف الدعم الأمريكي أو لم يكن كل هذه الصرخات الإعلامية ولكن تم إيقافه وهذا ما يعبر عنه المدير السي آي إي واتخذوا القرار بينهم ومبين الرئيس ترامب بوقف هذا التمويل للقوات الثورة السورية بينما الولايات المتحدة تغدق السلاح والبال على قوات انفصالية لا تمت إلى الوطنية بصلة والآن تستخدم التطهير العرقي وربما الانفصالي وهم اليوم عبروا عن سلاس مناطق حكم إداري ذاتي وضموا مناطق عربية خالصة لا يوجد فيها أي نوع من الكرد في تلك المنطقة أما سياسة الولايات المتحدة حتى الآن هي محابات إيران من جانب ومحابات الروس وربما استرضاء الروس وخاصة في عملية إيقاف الدعم للثورة السورية لو كانت الولايات المتحدة جادة فعلا لما أمرت إيران وميليشياتها وحزب الله وهم يتحركون ليلة نهارا جهارا على كل الساحة ويقتلون الشعب السوري وصلوا إلى حدود حبيب الولايات المتحدة الإسرائيل في منطقة حضر ومنطقة البعث والحمدية وكذلك في مناطق أخرى اليوم من يسيطر على القرار السياسي في سوريا هم الإيرانيون والميليشيات الشعية وخاصة حزب الله ليس كل ما نراه هو فقط الوجود الإيراني بل هناك وجود إيراني عميق في قلب الدولة في الوزارات في المديريات في الأمور الثقافية إيران اليوم هي موجودة بكل قوتها على الأرض السورية وتدعم كل هذه القوة الإيرانية هم الروس والروس يحاولون تنفيذ استراتيجيتهم في تسبيت بشار الأسد وفي إقامة المناطق العسكرية لهم والقواعد العسكرية تارة بالهدن وتارة بالمصالحات وتارة بالقوة العسكرية التي عبر عنها بوتين وشويغو وكل القادة وعلى الأرض ما نراه اليوم واقعا حتى الآن منطقة الغوطة تتعرض للهجوم حتى الآن بالأمس درعة تعرضت للهجوم حتى لا يوجد أي تفسير للعمليات العسكرية الروسية والقوى الداعمة لها على الأرض السورية إلا أنهم يريدون بسط سيطرتهم والقضاء على الثورة السورية وعدم اكتراس لأهداف الثورة السورية ولمطالب الشعب السوري وصلت الفكرة أبقى معي سيادة العقيد وقبل أن ننتقل إلى الأستاذ ناصر طبعا أمريكا زودت قوات قصد بصاروخ الهيلفير وثمانمئة أربعين ألف دولار ويستطيع إصابة دبابي بسرعة 72 كيلومتر بالساعة سرعتها على بعد سبع كيلومتر ليلة نهارا صيفا شتاء غبار أو ثلج ودقة الإصابة فيه مئة في المئة وننتقل إلى الأستاذ ناصر تعترض إيران على ضم القنيطرة وريف السويداء للمنطقة الجنوبية التي تتم مناقشتها بين روسيا والولايات المتحدة وتضم القنيطرة ودرعة والسويداء وفقا لخطوط التماس السؤال لماذا تعترض إيران على هذا الضم؟ إيران اجتهدت منذ بداية الأحداث في سوريا على محاولة تغيير قواعد الاشتباك لجهة القنيطرة مع إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك بحيث بإمكان حزب الله أن يهاجم إسرائيل أو يضغط على إسرائيل لكن من الأراضي السورية الأمر الذي رفضته إسرائيل وكانت تقصف باستمرار كل تكديس لسلاح حزب الله في تلك المنطقة أو سلاح محتمل أن يذهب به إلى الضاحية أو جنوب لبنان وكان ما كان من استهداف إسرائيل لقيادات في حزب الله كانت مؤثرة جداً إذن حريصة جداً إيران على موضوع التمركز وأن يكون لها حتى قاعدة عسكرية في ريف القنيطرة هناك لتحقق بذلك أهدافاً سياسية ثم تقطف بعد ذلك نتائج عسكرية وعلي أن أعرض ولا أبالي بالقول بأن حزب الله هو حليف لإسرائيل ولا يمكن أن يتصادم في السياسة لا يوجد هذا الكلام يمكن أن تحتاج إيران إلى النخز الخاسر الإسرائيلية في لحظة ما من أجل أن تحقق مكاسب سياسية في المنطقة حتى في المنطقة العربية والإسلامية لتثبت مقولة المقاومة والممانعة لكنها لا تفعل ذلك إلا في لحظة تمكن إلا في لحظة يكون لها وجود في تلك المنطقة أيضاً على صعيد السويداء فإن إيران عملت جاهدة على إنشاء بعض الفصائل الطائفية حتى من الطائفة الدرزية وعملت على تشييع المنطقة هناك وأوجدت كتائب ربما اسمها عمار بن ياسر وشاركت النظام في عمليات التشبيح وارتكاب الجرائم ضد المناطق السورية الثائرة المتمردة على نظام الأسد وبالتالي فإن إيران رفضت حقيقة هذين الأمرين أن تشمل اتفاقية خفض التصعيد أن يشمل ضم السويداء وأيضاً القنيطرة إلى المنطقة الجنوبية إذن إيران تخسر حقيقة في هذا الأمر تخسر هذه الورقة تخسرها لماذا؟ لأنها بذلت الكثير من الجهد من المال من الإمكانات من السلاح من التوجيه وحتى أنها خسرت القنطار في تلك المهمة إذن لهذا السبب ولأسباب أخرى لكنها فرعية رفضت إيران حقيقة أن تضم هذه المنطقة إلى خفض التوتر في المنطقة الجنوبية لكن يبدو أن الأمور ماضية باتجاه رفض الطلب الإيراني الذي لا يكترث به لماذا؟ لأن روسيا أصلاً هي حريصة على إنجاز أي اتفاق مهما كان حتى ربما بالحد الأدنى من النجاح حتى لو كان هزيلاً روسيا حريصة على مثل إنجاح مثل هذا الاتفاق والسبب في ذلك حقيقة لأن روسيا لا تريد أن تخسر الورقة الأمريكية وتريد حقيقة أن تثني أمريكا عن العقوبات المستمرة يعني أنت تستطيع أن تتعجب حقيقة بأن الأمريكان الذين ينسقون اتفاقاً ربما شبه مفصلي في الشأن السوري على الأرض هم أنفسهم الآن في ميادين أخرى يتنابذون فأمريكا تعاقب روسيا عقوبات عميقة هذه المرة تطال مسؤولين ابتداء ربما ببوتين وشخصيات مقربة من بوتين وحتى إن هذه العقوبات الأخيرة تعطي مؤشراً بأن توجه ضربة إلى الاقتصاد الروسي ضربة قاسمة هذه المرة الاقتصاد الروسي الأمر الذي آلم الروس كثيراً ودفعهم إلى طرد حوالي 755 دبلوماسياً أمريكياً إذن هنا العجب العجاب ولا زال الحدث السوري أصلاً يطالعنا بعجائبه فروسيا التي تنسق مع أمريكا وتحرص على إنجاز أي اتفاق بهذا الاتجاه وإغضاب حتى حليفها الإيراني هي بنفس الوقت تعيش حالة صراعاً دبلوماسياً صراعاً سياسياً صراع نفوذ حتى في مناطق شرق روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية نعم مصر تفكر أبقى مع أستاذ ناصر سيد العقيد اسماعين رجحت موسكو الإعلان قريباً جداً عن بدء تطبيق اتفاقية إقامة منطقة خفض التوتر في جنوب سوريا يعني ألا ترى بأن الاتفاقيات إذا كان دائماً فيها توافق ما بين الأمريكا والروس تنجح ولكن إذا لم يكن هناك توافق بين الطرفين دائماً تفشل ويتم خرق الهدن ومضاعفة القصر نعم صحيح يعني لاحظنا أنه عندما اتفق بوتين وترامب بهامبورغ يعني خلال فترة قصيرة تم على الأقل يعني امتنع النظام عن قصف مناطق الجنوب يعني هنا يشير يعني سيرجي لافروف على أنه قريباً يمكن أن تصدر التفاصيل والحقيقة يعني كما يقال في المثل الشيطاني يكمن في تفاصيل يعني كما تحدثنا منذ قليل حتى الآن لا يوجد هناك يعني تفاصيل يمكن أن نتناقش فيها أو نقيم الوضع ونقيم هذه اتفاقية كما تعلم في الغرف المظلمة يعني يتم النقاش بين الروس والأمريكان في كل الجزئيات وكلاً حسب مشروعه وكما أشاء الدكتور أن روسيا يعني تريد أن تحقق شيء تريد أن تنجح في هذا المسعة لأن هناك في حالة من استنزاف لجيش الروسي في سوريا يعني هناك أكثر من مئة ألف طلعة هناك قوات على الأرض وهناك قتلى للجيش الروسي على الأرض لكن أعتقد أنها يعني التوافق الأخير ربما وأصبح من مصلحة الدولتين العظميين وخاصة مع العقوبات الأمريكية الجديدة مفروضة على روسيا ربما سيعني تنحني الألهمات كما ينحني العشب بالنعم أمام الرياح العاتية يعني أصبح من الجيد أن يتفق الطرفين على حل يرضي الطرفين ولو بشكل جزء طرف على طرف آخر يعني هناك اتفاق على أن الطرفين ماضين في محاربة الإرهاب وأنا أرى أن هناك يعني اتفاق يعني هذا تكهن من قبلي هناك اتفاق على أن يبقى بشار الأسد فترة قصيرة هذه التفاصيل التي تدرس في الغرف المظلمة كما أشار تيلرسون ليس هناك مستقبل لبشار الأسد ويعني السياسة الأمريكية حاليا ليست بصدد إسقاط بشار الأسد بصدد السياسة العقيدة عند هذه النقطة هناك من يدعي يعني أو يقول أن أمريكا ميالة بمنطقة الصحراء الشرقية لكي تحلم قوات النظام محل داعش وليس الثوار نعم هذا واضح يعني من خلال يعني عندما نصحت روسيا قوات النظام بملء فراغ داعش والنظام كان لا يمتلك هذه القوات ما أدى إلى أن يعني في مؤتمر أستان أربع إلى مناطق خفض التوتر وقف التوتر في أربع مناطق وزجت إيران بكافة الميليشيات في الصحراء ورأينا في البداية أن الأمريكان قصفوا هذه الأطلال لكن من خلال تفاهمات بين روس الأمريكان أعتقد وخلال استراتيجيتهم أيضا بأن يفرض النظام سيطرته على هذه المناطق يعني من مصلحة الشعب السوري إذا كان هناك حل سياسي هنا الملاحظة إذا كان هناك حل سياسي في الأفق القريب من مصلحة الشعب السوري أن تكون السلطة على هذه المناطق المحررة من قبل داعش أن تكون السلطة الدولة عليها وليس سلطة ميليشيات أخرى كقصد أو كغيرها وهذا أمر إيجابي لكن الأمر هنا إذا لم يكن في المنظور القريب أن يكون هناك حل سياسي وحل بديل لبشار الأسد أعتقد هناك سيكرس صرعات ربما تكون عسكرية أخرى في المستقبل القريب نعم وصلت الفكرة أبقى مع السيدة العقيد دكتور عبد الله يعني السؤال من شقين إيران الوثيقة الختامية لمفاوضات الأستنى لا تضم تفاصيل مناطق تخفيف التصعيد أولا كيف عرفوا بأنه لن تضم هذه الورقة والنقطة الأخرى لماذا لا تريد يريدون أن تضم طبعا إيران هي من وقعت في أستانة على مشروة تخفيف التوتر في المناطق الأرعى أو الخمسة التي ذكرها في أستانة أرضعى إيران طبعا هي دائما تعلن على الملأ وعلى الألام بأنها غير معنية يعني بماذا تضايقهم التفاصيل يعني لماذا هم حساسون من موضوع التفاصيل لأن لديهم أعمال ومراحل لم تنجز حتى الآن يعني كان مثلا ما زال مثلا منطقة المنشية والغوطة الشرقية وجنود عرسال التي الآن يتم التفاوض عليها هي لديها الآن علاقات وخطوط بينها وبينها من يمثلون مثلا أو من يفاوضون عن تحرير الشام في تلك المناطق هم الآن يعملون على عمليات التسفير والتهجير من المناطق لذلك هي لن تنأى بنفسها بعيدا عن ما يجري وتقعد في صف الروس والأمريكان بأنها تركت الساحة مثلا وأصبحت حكم هي لا تريد أن تصبح حكم يعني هي تريد أن تبقى في الميدان داعما وزراعها العسكري الموجود في لبنان في سوريا من جهة لبنان وفي البادية الشرقية وفي كل المناطق هم يعملون لينهارا يعني الماكينة الإيرانية ضاقية طبعا هذا الموضوع ليس سهلا لأن هناك الآن مفاوضات تجري طالما الآن موضوع مفاوضات تجري الآن مفاوضات بين إيران وبين المفاوضين عن هي التحرير الشام لأن كثير من المفاوضين وكثير منهم خاصة القيادة هم على تواصل دائما مع إيران وعملية الترحيل والتسفير طبعا والتي تضم الموجودين في مخيمات واد حمير في المنطقة هم يتأمرون مع الإيرانيين على ترانستير سوري جديد يقارب حوالي 12 ألف مدني منهم أربعمية مقاتلين أو ألف مقاتلين والبقية كلهم مدنيين يعني هم يعملون من بعض من بعض فالذلك هي تطمن برسائل مختلفة إلى ميليشياتها وإلى عملائيا والنظام الأسد وإلى العالم بأنها هي غير معنية بهذا الموضوع لا تريد أن تتكلم في التفاصيل إيران لأنها تعلم بأن هناك في المستقبل سيكون كماء ويكون هناك شيطان آخر في تفاصيل الأمور التي ستجري فينا بعد الروسي الآن دكتور عبدالله وصلت الفكرة فقط لتوزيع الأدوار سيادة العقيد أحمد يعني إيران موسكو طمنت إسرائيل بأن مصالح إسرائيل محفوظة في أي عملية مقبيرة مهما كان نوعها طبعا إسرائيل هي الدولة المدللة لدى الأمريكان ولدى أروس ولدى المجتمع الدولي حتى الآن منذ بدخول الروس على منطقتنا في إقامة أعدة إحماليين تم الإتصال وأجراء يعني إقامة خط ساخر ما بين الروس والإسرائيليون وتطمين إسرائيل بأن القوات الروسية لا يمكن أن تشتبك مع الروس لذلك نرى بأن الطائرات الإسرائيلية والأسلحة الإسرائيلية تقصف في أي مكان وكان آخرها أمس منذ أربع أو خمسة أيام قصفوا مطار دمشق الدولي وقالت إيران بأنها موقع ثقافي للإيرانيين هذا الذي تم قصفه بالأمس الولايات الروس قاموا في منطقة الجولان يعني بجمع ممثلين عن الفصائل كما تسربت الأخبار وممثلين عن النظام بوساطة روسية وتم الاتفاق بأن إسرائيل يجب عدم مهاجمتة نهائيا وتسير الأمور في تلك المنطقة وإقامة نقطة قيادة وهي تل الشحم في الريف الغربي لدمشق يعني في تلك المنطقة في تل الشحم وأن القوات الروسية في تلك المنطقة التي تسميها قوات شرطة عسكرية لن تشتبك نهائيا مع إسرائيل وضمنت هذه الاتفاقية بأن على الجميع الالتزام باتفاقية فصل القوات التي وقعتها سوريا أو حافظ الأسد مع إسرائيل في عام الأربعة وسبعين والتي تشمل منطقة منزوعة السلاح ولا يوجد أي وجود عسكري حقيقي في تلك المنطقة لأي كان من أجل إسرائيل ونرى بأن الانتفاقية حتى فصل حتى الانتفاقية في الجنوب بين التي وقعها بوتين مع ترامب في منطقة تخفيض التصعيد نرى بأن مصلحة إسرائيل هي موجودة في تلك المنطقة وكان الشرط عدم وجود ميليشيات إيرانية أو محسوبة على إيران وكذلك قوات إيرانية لبعد 30 إلى 35 كيلومتر هو حسب الطلب الإيراني كذلك بأن لافروف قال بأن مصالح إيران ستكون محفوظة في أي عملية مقبلة ولا يمكن أن تكون هناك اجتياز لهذا الواقع الذي يفرض نفسه إسرائيل يعني إسرائيل لا يمكن الاقتراب من مصالحها في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم السادة الضيوف الكرام العقيد ركن طيار إسماعيل أيوب العقيد الدكتور عبدالله الأسعد والأستاذ ناصر الحمد والعقيد الركن أحمد الحمدي الشكر الموصول لمخرجة برنامج الرادر الزميل سلام المساعدة في رعاة الله نترككم وإلى لقاء نجمعوني بكم يوم الخميس في ملف ساخن جديد في مثل هذا الوقت هذه أغلى أمنياتي وإلى اللقاء